اشتركوا في القناة وزيرة المالية الحالية الحديث يؤكد أو يؤلم بشكل صريح أن كل هذه الحكومة كل الحكومات السابقة كل هذه المنظومة التي تحكم العراق السيطرة عليها هذه السلطة هي مجرد وكالة للتوظيف أو لنقول أنه فهوم الدولة لديهم تتحول الدولة إلى وكالة للتوظيف ودعوني أقول أولا لا أنا ولا كل عراقي ضد توظيف العراقيين ضد أن يحصل كل عراقي على وظيفة محترمة تصون كرامته توفر له ولعائلته القدر الكافي من المال الذي يجعله يمارس حياته بشكل طبيعي موفور الكرامة موفور الصحة يستطيع أن يلبي كل احتياجاته هذه من الأساسيات حقوق الفرد في أي مجتمع في أي وطن ما بالك في العراق العراق البلد الثري فأنا نتمنى يعني كل العراقيين وأنا منهم نتمنى أن كل العراقيين يحصلون على الوظيفة وفقى لشهاداتهم وفقى لكفاءاتهم لقدراتهم لخبراتهم لإمكاناتهم وكلهم يحصلون على عمل يدر عليهم قدرا من المال يستطيع أن يعينهم على الحياة وفر لهم قدرا كافيا من لا أقول البحبوح الحياتي لكن قدرا كافيا من من راحة البال من القدرة على مواجهة ظروف الحياة صحيا اجتماعيا كل المتطلبات هذا ما نتمنىه للجميع لكن أن تتحول بمفهوم هؤلاء الذين يحكمون العراق الدولة إلى وكالة للتوظيف توظف الآن نحو سبع ملايين موظف هؤلاء سبع ملايين موظف يعني واردات العراق السنوية من النفوط يعني لنقول مئة مليار سنويا موازنات هكذا تقول مئة مليار وأكثر لكن لنقول مئة مليار خمسة وسبعين مليار أو ثمانين مليار بين خمسة وسبعين إلى ثمانين مليار هي رواتي للموظفين سنويا هل يعقل هذا؟ يعني ثلاثة أرباع الموازنة السنوية تذهب للوظائف والوظائف أبنى بالعراق يعني أموال تذهب ولا تعود يعني لا تعود ب بشيء يعني بناتج يعيد للخزنة أموال أخرى يعني الصناعة عندما تكون موجودة الزراعة عندما تصرف بها تستثمر بها هناك عائد والعائد هذا يتم تدويره مرة أخرى إلى الخزينة وبالتالي يعني يشكل رقما في في موارد الدولة موارد الوطنية للدولة أما أن نأتي بالأموال من النفط من بيع النفط ونصرفها على الرواتب هذه الكارثة كبيرة ونحن بمقدورنا أعود مرة أخرى كما قلت نحرص على ونحترم كل من ونؤكد على أن حصول كل العراقيين على مكان للعمل وعمل يغنيهم عن كل حاجة وفرون قدر كافي من إمكانية الحياة الطبيعية والسكن والصحة والتعليم والزواج وبناء الأسر وكذا كلها نتمنى للجميع لكن أين هو هذا السؤال عندما يكون هذا المجموع السبع ملايين بالمصانع والمزارع ودوائر الدولة وموزعين بشكل عادي وهناك تنمية وهناك خطط وهناك دراسات منطقية ومعقولة وتعرف أين ذهب هذه الوضع وهما هي العوائد هذا طبيعي جدا أما أن بهذه الطريقة العشوائية التي يجري بها الوضع لا هذا مفهوم الدولة هي مجرد وكالة للتوظيف لذلك أنا استوقفني تصريح وزيرة المالية الحالية تقول نبذل جهودا كبيرة من أجل إنصاف جميع شرائح المجتمع نعمل على تكييف أوضاع ما تبقى من العقود والأجراء اليوميين بالتنسيق مع دوائرهم وتحدث يمكن ثلاث نقاط أو كذا بأرقام بذلنا جهدا كبيرا في تثبيت أكثر من 237.439 من أصحاب قرار 315 طبعا قرار 315 للي ما يعرف هذا القرار صدر عام 2017 يضمن فقرارات أهمها تحويل الجراء اليوميين إلى متعاقدين وتزيد خدمتهم بالتعاقد على خمس سنوات يثبتون على من لك الدائم هذا فحول قرار 315 اللي صدر فهم الآن تقول بذلنا جهد كبير ثبتنا 237.439 هذه أولا ثانيا تقول ثبتنا أكثر من 396.894 من أصحاب العقود في دوائر الدولة وتحدث مرة ثالثة وتقول تمكننا من استحداث 138.000 درجة للمفسوخة عقودهم للجهات الأمنية أنت عندما تحسب هذه الأرقام 138.000 396.000 337.000 ففقط هذه 700.000 900.000 حوالي مليون وظيفة جديدة أنت تدخل يعني رواتب وأثقال على الموازنة على الأموال التي تأتي للعراقين بهذه الطريقة نفس القضية أيضا سندفع بهؤلاء إلى الوظائف من غير إنتاج والموظف بشهادتهم يقولون كل الموظفين يعني لا يعمل أكثر من 8 دقائق باليوم وأنتاجه لا يساوي شيئا صفرة والدوائر كل الناس يعني تشتكي تشتكي الغوث منهم تصريح الغوث منهم فكيف يمكن أن تتصرف دولة بهذه العقلية وتعتبر هذا إنجازة كيف يمكن يعني يعني القضية حقيقة غريبة عجيبة في الوقت اللي أنت تقرأ الموازنة الحالية تجد فيها مثلا تخصيصات لمجلس الوزراء مادي إضافة لكل هذا تخصيصات لمجلس الوزراء مثلا في عام 2021 كانت تخصيصات 76 مليار دينار في عام 23 هذه الموازنة التي تتحدثون عنها ومرروها لثلاث سنوات يريدون خصصة ميزانية لمجلس الوزراء فقط 229 مليار دينار يعني بزيادة بلغت 301% هل يعقل هذا؟ يعني هذه كلها الأموال بالتالي أنت تسأل نفسك أمام هكذا تصرف أمام هكذا عشوائية وغياب التخطيط غياب الرؤية الصحيحة غياب التنمية غياب الإنتاج غياب البحث عن فرص لكي ينهض العراق أمام كل هذا كيف يمكن الحديث عن واقع قد تغير وعراق مزهر؟ هذه الكذبة يجب أن تتوقف لأن الأرقام وحديثهم يكذبها الواقع الحال يكذبها لا يمكن قبول يعني هكذا موضوع التخصصات بهذا الشكل الموازنات بهذا الشكل هاي أموالنا وهذا المطلوب من عندنا كم يبقى يذهب للفساد؟ لا يمكن بناء نحن نحتاج يعني فقط فقط للمواصلات للمواصلات فقط نحتاج جهات متخصصة تقول يحتاج العراق إلى نحو 23 إلى 25 مليار دولار فقط للمواصلات يعني تحسين طرق وميناء طرق وتعبيدها ويعادة فتح طرق وتأسيس طرق جديدة ومواصلات وجعلها شيء يعني يمكن القبول به نحتاج إلى بناء تحتية بـ 25 مليار دولار يعني أكتفي بهذا بقدر من الحديث عن الأرقام وأكتفي بهذا بقدر من الحديث عن هذا الموضوع لأن هذا الموضوع يفضح كذبة الازدهار وكذبة التغير الذي حصل في العراق بعد مجيء محمد الشيعة السوداني وحكومة الإطار التنسيق أترككم بخير أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة